محليا وتنفيذا لتوجيهات ملكية سامية خلال زيارة سابقة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى وادي موسى واستجابة لمطالب وحاجة أبناء المنطقة افتتح نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم دكتور محمد النيبات اليوم في وادي موسى مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة ورفق الوزير أثناء حفل الافتتاح أمين عماء عام الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي ورئيس سلطة إقليم البترة وعدد من الفعاليات الشعبية والرسمية هذه المدرسة مكونة من 14 رفع صفية تتسع لما يقرب من 300 طالب وطالبة وفي المدرسة أيضا 18 معلمة المدرسة طاقة الاستيعابية كما ذكرت بعد 300 طالبة الآن متواجد فيها 170 طالبة سيتم دمج مدرسة مجاورة مع هذه المدرسة لتسليم مدارس مستأجرة ضمن خطة في وزارة التربية والتعليم بالتخلي على المدارس المستأجرة هذه المدرسة التي تم افتتاحها هذا اليوم هي بمكرم الملكي سامير طلبت من الأهالي من جلس سيدنا عزه الله إذناء الزيارة الملكية إلى هذه المنطقة في لواء البترة ترجمة نانسي قنقر